أهلا بكم تأمل قداسة البابا فرانسيس في حديثي الأسبوع بالعذراء مريم التي عاشت عمرها تصلي مع الرسل وفي حوار مستمر مع الله ودعانا قداسته لأن نواصل الصلاة لأجل أحبائنا المتوفين حتى يقبلهم الرب وأن نكون على مثال مريم العذراء المصلية وأضاف قداسته أيها الأبو الأقدس يسر المؤمنون الناطقون باللغة العربية الذين يتابعوننا عبر وسائل التواصل الاجتماعي تعبير لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير مفعم بامتنانهم البنوي إنهم يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس في نهاية هذه المقابلة سنطلو صلاة الأبانة باللغة اللاتينية ثم سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية وخاصة للأطفال والمسنين والمرضى والمتعلمين إليكم ملخص التعليم المسيحي لكداست البابا فرانسيس تأمل كداست البابا اليوم في العذراء مريم المرأة المصلية قال عاشت مريم منذ صغرها في الناصرة تصلي في حوار مستمر مع الله كانت ممتلئة نعمة ونقية من كل خطيئة منذ أن حبلا بها ولم تستقل بحياتها بل سلمت أمرها لله ليأخذها بيده ويقودها حيث يشاء عندما بشرها الملاك جبرائيل قبلت بما قال لها أطاعت وأبدت استعدادها ولم تخف المستقبل ثم رافقت بصلاتها يسوع في كل حياته حتى في موته وقيمته ورافقت الكنيسة الناشئة في خطواتها الأولى فكانت تصلي مع الرسل ومن أجلهم كانت مريم تختفي أحيانا ولكنها كانت تظهر في اللحظات الحاسمة كان صوت الله يقود قلبها وخطواتها حيث يلزم حضورها فكانت حاضرة في عرسقان الجليل وواقفة عند الصليب وكانت تأمل في قلبها في كل ما يحدث من حولها سواء كان فرحا أم حزنا وتحفظه وتحمله في حوارها مع الله ودعانا قداسته أن نكون على مثال مريم وأن نقول في صلاتنا يا رب ما تريد ومتى تريد وكيف ما تريد آتنا أن نكون أدوات للنعمة بين يديك وأنهك داست البابا تعليمه قائلا إن قلب مريم يشبه اللؤلؤة التي كونها وصقلها قبولها الصبور لما شئت الله من خلال أسرار يسوع وتأملها في صلاتها كم يكون جميلا لو ستطعنا تشبه قليلا بومنا مريم لعذراء المصالية والآن تحيتو البابا باللغة الإطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية نزدنا اللغة العربية نزدنا اللغة العربية نزدنا اللغة العربية لن تعليمه قائلا من خلال أسراري يكون أبناء الشرق النووي السرع يبنائي لأسراري لن تحيط الله في اللغة العربية في نوامي التشرين الثاني لنواصل الصلاة من أجل أحبائنا المتوفين حتى يقبلهم الرب رحمتي في الواليمة السماوية ليبارككم الرب جميعا وليحمكم دائما من كل شر